في اللغة العربية واللغة السويدية نقاط اختلاف ونقاط تشابه سنتحدث عن بعض هذه النقاط في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتحدث عن بعض النقاط التي تتشابه بها اللغة العربية واللغة السويدية وأيضا بعض النقاط التي تختلف هاتان اللغتان فيما بينهما اللغة العربية لغة سامية وهي من اللغات المعربة اللغة السويدية لغة هندية أوروبية جرمانية وهي لغة مبنية ماذا يعني أن اللغة معربة؟ هذا يعني أن الكلمة تتغير دلالتها بتغير نطقها فإذا قلنا يذهب الطالب إلى المدرسة لم يذهب الطالب إلى المدرسة لن يذهب الرجل إلى السوق نلاحظ أن الفعل يذهب مرة جاء مجزوم مرة جاء مرفوع مرة جاء منصوب وإذا قلنا مثلا الرجل ذهب إلى السوق هنا جاء الرجل مرفوع لأنه مبتدأ رأيت الرجل مفعول به منصوب مررت بالرجل اسم مجرور أما الكلمة أو اللغة عندما تكون مبنية أي أن الكلمة لا يتغير نطقها بتغير استخدامها فإذا جاءت كلمة الرجل في اللغة السويدية أو اللغة الإنجليزية فاعل أو مفعول به أو اسما مجرورا لا يتغير نطق هذه الكلمة عدد الناطقين باللغة العربية يزيد عن 450 مليون شخص أما اللغة السويدية يزيد عدد الناطقين بها عن 11 مليون شخص يتوزع الناطقين باللغة العربية في الوطن العربي وبعض البلدان المجاورة كتركيا، إيران، شاد، سنيجال وغيرها من البلدان الناطقين باللغة السويدية هم في السويد وبعض الدول المجاورة وأكثر نسبة هي في فنلندا يزيد عن 300 ألف شخص يتحدثون اللغة السويدية كلغة ثانية أحرف اللغة العربية 28 حرفا أحرف اللغة السويدية 29 حرفا فيها حرف واحد لا يستخدم وهو W وعندهم أيضا حرف Z نادر الاستخدام ويستعيضون عنه بحرف S تكتب اللغة العربية من اليمين إلى اليسار بحروف إما أن تكون متصلة مع بعضها وفيها حروف لا تتصل مع الحروف التي تأتي بعدها كحرف الواو والزاي والدال والذال والراء أما اللغة السويدية تكتب بشكل منفصل لحرف لا تتصل مع بعضها البعض لكن عندهم حروف كبيرة وحروف صغيرة في اللغة العربية يوجد ثلاثة أحرف علة أما اللغة السويدية فعندهم تسعة أحرف علة بنية الجملة في اللغة العربية تبدأ فعل فاعل تتمت الجملة في اللغة السويدية تبدأ فاعل فعل تتمت الجملة فإذا استخدم المتحدث الفعل في أول الجملة في اللغة السويدية تتحول من جملة خبرية إلى جملة استفهامية في اللغة العربية عندنا نوعان من الجمل جملة فعلية تبدأ بفعل وجملة إسمية تبدأ بإسم هذا يعني أننا لا نحتاج إلى فعل في الجملة الإسمية أما اللغة السويدية فتحتاج بكل جملة إلى فعل إذا أردت أن أقول في اللغة العربية أنا سعيد فهذه جملة إسمية لا أحتاج إلى فعل أما إذا أردت أن أقول نفس الجملة في اللغة السويدية فأحتاج إلى فعل أنا سعيد الآر هنا هي الفعل فعلي أن أضع هذا الفعل وإذا أردت أن ترجم هذه الجملة إلى اللغة العربية فلا أحتاج أن أذكر الفعل فأقول أنا سعيد جملة إسمية في اللغة العربية عندنا معرفة ونكرة فإذا أردت أن أعرف النكرة كلمة سيارة أضيف ألا التعريف فأقول السيارة وإذا أردت أن أنكرها وأدل على سيارة واحدة فأقول سيارة بإضافة التنوين إذن التنوين هو دليل على نكرة الكلمة أن الكلمة نكرة اللغة السويدية حتى ننكر الكلمة نضيف إن أو إت طبعا لا توجد قاعدة لإضافة إن أو إت إنما الكلمات موزعة إلى فئة الإن وفئة الإت الأغلبية من فئة الإن تجاوز السبعين بالمئة فئة الإن وما يقارب أقل من ثلاثين بالمئة من فئة الإت عليك أن تحفظ الكلمة هل هي من فئة الإن أو فئة الإت لأنك عندما تريد أن تعرف هذه الكلمة فتقول إن بيل سيارة بيل السيارة إت هوس بيت هوسة البيت نفس الطريقة في التعريف نفس الطريقة في اللغة العربية لكن نحن نضيف ألا التعريف في أول الكلمة هم يضيفوا التعريف في آخر الكلمة الفاعل في اللغة العربية يتغير بحسب الفاعل نقول هو يكتب هي تكتب هما يكتبان هم يكتبون أحمد يكتب في اللغة السويدية نقول هان سكريفر هون سكريفر دم سكريفر أحمد سكريفر فالفعل يبقى بنفس الصيغة لا يتغير هذه بعض نقاط التشابه والاختلاف بين اللغة العربية واللغة السويدية أرجو أنكم استمتعتم واستفدتم من هذا الدرس ونلتقي إن شاء الله في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة